معنا من تونس مفدنا عبدالجليل بردودي إذن عبدالجليل تغير كبير في خطاب طبعا زعيم حزب النهضة هل هذا الخطاب انعكس فعليا أم أنه يعني الشارع التونسي يراه بخيفة هذه المرة نعم ماجد إن هذا الخطاب الذي جاء في دورة مجلس الشورى الثانية والخمسين مساء أمس لم تلقى استجابة حتى لدى عضاء داخل مجلس الشورى أنفسهم فقد شهدت الدورة انقسامات داخل المجلس وعدم الرضا بقرارات هذا المجلس ما أدى بالعديد من القيادات إلى الاستقالة والانسحاب رافضين القرارات ومعتبرين أو قالوا أنهم لن يتحملوا مسؤولية ما سيحدث بعد ذلك وحتى أنه اليوم الناتقة باسم مجلس الشورى قالت أنه قد تم وضع أو إنشاء خلية أزمة من أجل دراسة مرحلة جديدة لكنها دائما تحت رئاسة راشد الغنوشي ومن أجل أيضا أن تتفاوض مع مختلف الأطراف يعني فالكل يرى إذا كان الغنوشي خاصة على رأس النهضة ومقربين له من قياداتهم أساس هذا المشكل فكيف سيكونون جزءا من الحل كيف سيكونون على رأس الخلية التي ستفاوض أو ستدرس وستحضر لمرحلة جديدة هذا داخل الحركة أما بالنسبة للشارع فتقريبا حسب ما استقيناه اليوم خلال تجولنا بشارع مثلا لحبيب بورقي بلادي هو أكبر الشوارع بالعاصمة وطبعا بتونس كلها أنها مرحلة انقضت ولا يمكن الاعتماد على نفس الأشخاص ونفس توجه ونفس الحركة في المرحلة المستقبلية من تونس مفدنا عبدالجليل بردودي شكرا لك